الفنان المحترم الخلوق الذي عشقه الجماهير المصرية والعربية بسبب أخلاقه الطيبة وطباعه الهادئة الفنان الراحل حسين صدقي ولد في حي الحلمية الجديدة في محافظة القاهرة بمصر في اليوم التاسع من شهر يوليو عام 1917 لأب مصري وأم تركيا وكانت عائلته من العائلات السرية وعندما أتم عامه الخامس فقد توفى والده وأصبح يتيم الأب وتولت والدته تربيته هو وأخواته وأكثر ما اهتمت به والدته هو زراعة الثقافة الدينية داخل أولدها فكانت بتحرص دائما على ذهاب أبناءها إلى المسجد لتلقي التعليم الديني وحفظ وقراءة القرآن الكريم والصلاة وكانت تعلمهم دائما أن يجب أن تكون الصلاة في مواعدها وكل هذه المبادئ والقيم الدينية ترسخت في عقل الفنان حسين صدقي حتى بعد دخول عالم الفن وبعد سنوات من الدراسة الطويلة تمكن حسين صدقي من الحصول على شهادة الدبلوم في التمثيل من مدرسة الإبراهيمية ومن بعدها التحق بفرقة جورج أبيض ومن هذه اللحظة بدأت المسيرة الفنية للفنان حسين صدقي وقدم خلال مشواره الفني ما يقارب من سلسين فيلما سينمائيا وخلال مسيرة الفنية لم يقدم أي مشهد خارج أو خادش للحياة فبالرغم من حبه للتمثيل والفن إلا أنه كان متمسك بالعداد والقيم الدينية التي نشأ عليها وكان هذا من أهم الأسباب التي جعلته لا يستمر طويلا في عالم الفن فقد اعتزل وهو في ريعاني الشباب وفضل التقرب من الله في هذا الوقت وفي وقاعة كانت في هذا التوئيد غريبة من نوعها فقد نشر عدد من الصحف والمجلات أن حسين صدقي تسبب في توقف تصوير فيلم كان يصور به عدد من النجوم لعدة ساعات وذلك بسبب اكتشافه أن هناك مشهد تقبيل بينه وبين البطلة وهذا الشيء رفض حسين صدقي وقال بأن هذا ليس من مبادئه ولم يتنازل الفنان الراحل عن موقفه بل اضطر المخرج لإلغاء هذا المشهد احتراما لرغبة الفنان كما علجت أفلامه بعض المشكلات مثل مشكلة العمال التي تناولها في فيلم العامل عام 1942 ومشكلة تشرد الأطفال في فيلمه الأبرياء عام 1944 وغيرها من الأفلام الهادفة وأسس عام 1942 شركة مصر الحديثة للإنتاج لتخدم الأهداف التي كان يسعى إليها في المجتمع وكان يرى أن هناك علاقة قوية بين السينما والدين لأن السينما كما يقول من دون الدين لا تؤتي سمارها كما اشتهر بتقديم الأفلام ذات الطابع الاجتماعي والذي يبس قيم ومبادئ عليا كما أنه اتجه بجانب التمثيل إلى الإنتاج والإخراج في عدد من الأفلام السينمائية حيث أنه قدم مجموعة من الأعمال السينمائية المتميزة من أبرزها فيلم غدر وعذاب عام 1947 مع الفنانة نور الهدى وقدم أيضا عام 1949 فيلم من أنجح أفلامه وهو فيلم المصر فندي وهذا الفيلم كان مع الفنانة مديحة يسري وإسماعيل ياسين ولولا صدقي وأيضا قدم فيلم الشيخ حسن وهو فيلم أكثر من رائع عام 1952 مع الفنانة ليلة فوزي والفنان عبد الوارس عصر وفيلم ليلة عام 1942 مع الفنانة ليلة مراد وفيلم يظلمني عام 1954 مع الفنانة صباح ومحمود المليجي وبجانب حبه للفن وعمله في التمثيل كان حريص على أحياء المناسبات الدينية حيث تحدثت فاطمة المغربي عن زوجها حسين صدقي وقالت أنه كان يستغل كل المناسبات الإسلامية والدينية لإحياء الشعائر في المنزل فكان يحب إقامة الاحتفالات الدينية في كل المناسبات مثل مناسبة المولد النبو الشريف ومناسبة النصف من شعبان ومناسبة ليلة الإسراء والمعراج وكان الراحل يقوم في هذا الوقت بتجميع العائلة وتشغيل القرآن الكريم بالإضافة إلى قيامه بإضافة بعض المعلومات الدينية ورغم كل النجاحات السينمائية والأعمال الفنية المتميزة اتخذ قرار الاعتزال وأراد أنه يبتعد عن الوسط الفني والأضواء بل اقترح أهالي المنطقة التي كان يعيش بها أن يقوم بترشيح نفسه في انتخابات البرلمان لأنهم وجدوا فيه أنه رجل صالح ودائما على حق وبالفعل حصل على عدد كبير من الأصوات من أهالي دائرته وأصبح يجول بين أهالي المنطقة ويحاول معرفة المتطلبات الخاصة بهم ولكنه بعد فترة كبيرة حزن حزنا كثيرا بسبب ما وجده من إهمال من المسؤولين كما أنهم لم يحاولوا النظر إلى المتطلبات التي قام بتجميعها ومن أغرب الأحاديث التي انتقلت على لسان الراحل حسين صدقي بعد وفاته هي الوصية التي تركها لزوجته وأبنائه وهي أن يقوم بحرق كافة الأفلام التي قدمها خلال مشواره الفني باستثناء الفيلم التاريخي الديني خالد بن الوليد حيث صرحت السيدة زوجته أنها حاولت بالفعل حرق هذه الأفلام حيث أن حسين بجانب التمثيل كان منتج كبير وهو مؤسس شركة أفلام مصر الحديثة ولكن بسبب شراء الكثير من القنوات للأفلام لم تتمكن زوجته وأولاده من التخلص من هذه الأفلام كما تحدث حسين حسين صدقي نجل الفنان حسين صدقي وقال أن أباه لم يخشى طيلة حياته في الحق لو متلائم مشيرا إلى أن الوسط الفني لم يكن يتقبله بسبب عزوفه عن الصهرات والشهرة والأضواء وتمسكه بدينه وأن في المي خالد بن الوليد وسهم الله من أحب أعماله إلى قلبه مؤكدا أن السينما قوة ناعمة ويجب استغلالها في بناء المجتمع لا هدم كما قال عن أبيه كان خجولا دمس الخلق مسالما إلى أقصى درجة لا يعتدي على أحد وكان دائما في حاله ويحب الخير لكل الناس وكانت كلمته كالسيف لا يخلفها مهما تكون العواقب حتى في أشد أوقات حياته الصعوبة كانت تلك الكلمات هي الغالبة عليه كما تحدث عن اعتزال أبيه عن الوسط الفني والأضواء وقال أن تديونه كان سببا حيث كان يرى أن الوسط الفني يبعده عن الله فقرر الاعتزال والتقرب من الله والاكتفاء بالأفلام الدينية التي قدمها وأضاف أنه دائما كان يوصيني بتقوى الله في جميع الأعمال والصدق وحسن الخلق وأذكر أن أمي رحمها الله هي التي ربطني وكانت شديدة في ألحق وحسين صدقي حتى أثناء عمله في الفن كان ملتزم دينيا وكان حريص على أداء الصلاة في موعدها وبالفعل فكر في بناء مسجد عام 1954 وهو ما زال يعمل في الفن وتم افتتاح مسجد حسين صدقي بحضور رئيس الجمهورية وقتها الرئيس جمال عبد الناصر ومحمد نجيب وقد رحل الفنان المحترم الخلوق حسين صدقي في 16 فبراير عام 1976 وبعد أن لقنه الشيخ عبد الحليم محمود الشهادة وقت وفاته وصل الشيخ الجليل عليه حسبما ذكر زوجته السيدة فاطمة المغربي في أحاديثها الصحفية والفنان حسين صدقي مثال مشرف لكل الفنانين المصريين المحترمين لأن بالفعل هذا الفنان كان فنان محترم وملتزم وكان محبوب حتى كان شكله بيدل على أنه بالفعل إنسان وجهه كله نور وكان وجهه كله طيبة وتحس أن بالفعل هذا الفنان كان فنان مختلف عن باقي الفنانين وبالفعل هو كان فنان يستحق كل الاحترام والتقدير وجميع الجماهير المصرية والعربية استمتعت بأعمال هذا الفنان الجميل لأن بالفعل كانت أعماله هادفة وكانت أعماله خالية من أي مشاهد خارجة أو مشاهد ممكن تخدش الحياة وبالرغم من تبرؤ من هذه الأعمال التي قدمها إلا أنها بالفعل كانت أفلام لها رسالة وكانت أفلام هادفة ونقشت قضايا هم كانت بتخص المجتمع في ذلك الوقت ربنا يرحم هذا الفنان المحترم الخلوق رحمة واسعة ويرحم جميع موتى المسلمين اشتركوا في القناة